شهر رمضان أكثر الشهور قدوسية لدى المسلمين وأكثرها انتظاراً لما يحمله من مكانة خاصة في قلوب جميع المسلمين حيث يتسابق فيه الجميع لفعل الخير وتنتشر خلاله مظاهر التأذر واللحمة الدنيا من خلال امتلاء المسجد ومطاعم الرحمة التي تسهر على إفطار الصائمين وعابرية السبيل غير أن رمضان لهذه السنة سيختلف باختلاف الظروف الراهنة ووباء كورونا الذي منع المسلمين من التوجه نحو المسجد والاكتفاء برفع الآذان فقط خلال الصلاوات الخمس حيث ستغيب كذلك صلاة التراويح للمرة الأولى عن جميع المساجد قاطبة أين أصدرت هيئة الإفتاء بمكة قررها بإقامة صلاتي التراويح لكن من دون حضور المصلين تجنباً لانتقالي العدوى وإصدار فتاوى تؤكد جواز إقامة صلاتي التراويح في البيوت من خلال قراءة ما تيسر من القرآن الكريم أين أجاز العلماء القراءة من المصحف؟ صلاة والتراويح لن تكون الغائب الوحيد فالمظاهر المعتادة لانتشار الفرح والصهارة الرمضانية ستكون مؤجلة إلى وقت لاحق مع رفع بلاء الكورونا وَلَا حَوْلَ وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا عَابِ اللَّهِ